في عام 56 سكنت 28 عائلة فلسطينية مهجرة حي الشيخ جراح في مدينة القدس بقرار من الحكومة الأردنية ووكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومنذ عام 72 تخوض هذه العائلات معركة ضد الجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستيلاء على الحي وسط مخاوف من نكبة جديدة في الحي هذا العام في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تواجه 28 عائلة فلسطينية خطر التهجير خلال أقل من شهرين لصالح الجمعيات الاستيطانية التي تستند إلى وثائق كادبة للاستيلاء على الحي فيما يحارب أصحاب المنازل الأصليين مدى 49 عام بكل ما لديهم من أوراق قانونية وعزيمة صلبة في المحاكم العنصرية وبدأوا مؤخرا بحملة أنقذ حي الشيخ جراح على مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك المجتمع الدولي في سبيل الحفاظ على حقهم بالبقاء في منازلهم أنا كان عمري 56 كان حوالي 8 سنين تصوري من 8 سنين لغاية الآن يعني أنا واخبتي كلنا عندنا ذكريات يعني قدريني ننساها يعني يعني الذكريات هالي تروح هالي تضيع منها وببساطة هالي يخلونا من البيت يعني لما دخلت هذا البيت كان عمري 5 سنين أخوتي كلهم اللي بعدي ولدوا في هذا البيت وولادي ولدوا في هذا البيت وولادي ولدي ولدي في هذا البيت زي ما أنت شايفة يعني معاناتنا يومية دائما بنفكر إمتى راح يجو يرمونا برا أربعة عقود مرت على القضية أصدرت خلالها محاكم الاحتلال عدة قرارات بشأن إخلاء العائلات في سبيل إرهاقهم ودفعهم للاستسلام لكن العائلات حاربت بالاستئناف على القرارات العنصرية فرفضت محكمة الاحتلال الاستئناف وطالبتهم بإخلاء المنازل وبررت حكمها لصالح المستوطنين بحجة التقادم هلأ بعملهم بحاولوا يخلوا كمان 12 عائلة اللي أنا واحد منهم قبل عشر سنين رفعوا قضايا علينا على 12 عائلة ووصلت المحكم إلى النهاية أنه إحنا يعتبرون أنه إحنا سرقين الأرض هاي تبعتهم وإحنا تقريبا يعني قاعدين هوني بلطجة إحنا مش قاعدين بلطجة إحنا عادنا بطريقة خالونية كيف حطتنا الأردن والوكالة ولحد الآن ما فيش معنا يعني إشي اللي يعني يسبت أو بالأحرم وببابة معناه أنهم مش معترفين بالحكي هذا العائلة طالبت الحكومة الأردنية بتزويدهم بما لديها من وثائق رسمية معتمدة تعترف بها محاكم الاحتلال لإثبات حقهم بالمنازل ورغم إرسال وزارة الخارجية الأردنية مجموعة من الأوراق لوزارة الخارجية الفلسطينية خلال العامين الماضيين إلا أن العائلات المقدسية تناشد الحكومة الأردنية بالضغط على الاحتلال واستخدام كل السبل الممكنة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا